السلام عليكم أصدقاء وإياكم وإياكم ناس لا تنسى الصلاة على النبي آخر أخبار من منتخب العراق لكيس آسيا قبل ما نبلش بالفيديو أريد منك ستين لايك وتشترك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد تابع الفيديو ويا للنهاية منتخبنا الوطن العراقي اختتم تحضيراته في معسكر أبوظبي قبل السفر إلى قطر يوم غدا استعداداً لبطولة آسيا وسواجه اندونيسيا في أول مباراة سيكون منتخبنا العراق آخر الواصلين مع منتخب تايلند إلى قطر كل التوفيق لمنتخبنا العراقي للترفيه نسبة شحن جهازك هي نسبة فوز العراق على اندونيسيا اكتب نسبة شحن جهازك وطبعاً لا يعلم الغيب إلا الله تدريبات مهاجمة منتخبنا العراق هذا اليوم علي الحمادي وآيمن حسين ومهند علميمي من تفضل أن يكون أساسي في أول مباراة ضد اندونيسيا؟ إبراهيم بايش يفوز بتحدي السيطرة على الكرة بين آكام هاشم وزيد تحسين أحمد علي عيمان حسين أحمد يحيه زيدان إقبال سوف يبدأ كثيراً لو شارك خلف المهاجمين مركز صانع لألعاب محللوا قناة أبوظبي الشهيرة المنتخب العراقي سوف يتأهل إلى الدور القادم بكل سهولة وسوف يبدأ بالتطور في الأدوار الإقصائية المباراة الزورة والقاسم أظهر به وانا سهولة الزورة والقاسم أظهر به وانا أقطع الكرة من أحد المدافعين ومن ثم أصنع هدف الفوز قال لي لقد تطورت كثيراً من الناحية الدفاعية يا حسن وهذا ما أريده منك رسالتي لإخوة اللاعبين أن يكون جل تركيزهم على مباراة اندونيسيا الأولى كونها مفتاح التأهل يجب أن يعيز ملائي اللاعبين أن منتخب اندونيسيا في الدوحة يختلف عن منتخب اندونيسيا التصفيات في البصرة أستغرب من حديث الشارع الرياضي والإعلام عن مباراة اليابان دون غيرها من مباريات المجموعة الثلاث أرى أن هناك روحية عالية لدى اللاعبين في التدريبات وواثق من تحييق النجاحات في البطولة أصولي على جائزة اللاعب الأفضل في سبع مباريات جاء بمساعدة زملاء اللاعبين وجماهير الأمة الزورائية لا أخوف على الزوراء هذا الموسم وسنسعى بقوة المنافسة على لقبه الدور والكاس فوز العراق محمد حسن رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال بجائزة الإدار العربي لعب منتخب العراق السابق كريم صدامي يقول لدي ثقة كبيرة بمهاجم المنتخب الوطني وإيمن يحسين من اللاعبين الجيدين وعدم تسجيله للأهداف أمر طبيعي رسالتي للعب إيمن يحسين أنت لاعب من الدرجة الأولى ومتميز واللاعب الأول في العراق وعليك تقديم شيء للكرة العراقية حيدر محمود يقول مصطفى سعدون أفضل مدافع يمين بالعراق وأفضل من حسين علي برأيكم كجماهير من الأفضل حسين علي ومصطفى سعدون طاهب رغيف المدير التنفيذي للرابعة الرياضية يقول هناك مقترح مقدم للسيد رئيس مجلس الوزراء بأن يكون بث بطولة كاس آسيا مجانا عبر الرابعة بالعراق بعد دفع مبالغ الحقوق للاتحاد الآسيوي ووفق الضابط التي أقرها بشروط البث ونحن كإدارة قناة نرحب بأي مبادرة لحكومة الإنجاز ومستعدون بعد وصول الموافقة على بث جميع مباريات البطولة مجانا تصريح مدرب اليابان يقول أشعر بالإحباط المستمر بسبب الخسارة بالنهاية أمام قطر عام 2019 جمعت أفضل لاعب اليابان للتتويج بكاس آسيا مدرب اليابان هاجي مي مورياسو يقول كاس آسيا ليست سهلة ونتطلع لتحقيق اللقب لقد جمعت أفضل اللاعبين للعودة لمنصة التتويج هدفنا الطويل هو كأس العالم 2026 اللاعبون اليابانيون يتطورون باستمرار عامر شفيح حارس المنتخب الوردن السابق يقول العراق سوف يخرج من دور 16 لأن أغلب اللاعبين المنتخب العراقي جدد ولا يملكون مباريات دولية تساعدهم في الفوز على كوريا الجنوبية وأيضا توقع وصول الوردن لنصف نهايك أساسي على حساب السعودية وأستراليا شن رأيكم بكلامه؟ انتو يا اليابان خسابة ستة البرحة السعودية وأستراليا هم تغلبكم بعيد مدرب منتخبنا العراق السابق كاتنج وأوزباكستان حاليا يقولوا فضل مواجهة العراق في نصف النهاية على مواجهة كوريا الجنوبية واليابان اللاعب العراقي يعاني أمام المنتخبات الكبيرة وأوزباكستان أحد كبار القارة هاي منش وقت أوزباكستان صارت أحد كبار القارة؟ لا أنت ولا أوزباكستان تقدر للعراق شلو منتخب على أساس البرازيل؟ هيش طلع بداخلك حقد على العراق؟ ان شاء الله نتلاقى ونفوز عليكم نتيجة كبيرة شن رأيكم بتصريح كاتنج؟ جميع المحللين في برنامج المجلس ولأول مرة في تاريخ البرنامج يتفقون على أن المنتخب العراقي والمنتخب العربي الوحيد القادر على إحراج اليابان والذهاب بعيدا في البطولة الجميع وصف تطور المنتخب العراقي بالتطور المرعب بفضل تواجد المقتربين مع أفضل لاعبي الدور المحلي الذين أخذوا مباريات بطولة دوري أبطال آسيا بشكل ممتاز واكتسبوا الخبرة من هذه البطولة طبعا هو الفضل لله العماني أحمد الرواس بعد مشاهدة للمنتخب العراق أمام كوريا منتخب العراق فريق ثقيل ولديه لاعبين محترفين مميزين وكان يقدر ينهي المباراة مع كوريا من بدايتها ورشحه يروح بعيد بالبطولة وممكن يحقق البطولة تصريح مدافع العراق مير خازدوسكي يقول أن المنتخبات لا سويستها بجوع العراق مير خازدوسكي يقول بالطبع أن تمثيل العراق يوعد شعورا رائعا تمثيل العراق في مسابقة كبيرة مثل كأساسي أمر مهم وكبير بالنسبة لي ولبلد العراق سأخوض البطولة وأنا أتذكر جيدا حين توجه سود رافدين باللقى في عام 2007 أنا متحمس للغاية وأتطلع للمشاركة فيها بالطبع أنا مستعد ولدي حافز كامل وستكون عائلتي متواجدة أيضا لذا فهذا حافز إضافي بالنسبة لي أستطيع أن أعدد جماهير رياضية العراقية بأننا سنقدم كل ما لدينا وبنسبة 1000% لتحقيق نتائج عظيمة سنفعل ذلك إن شاء الله آمل أن يكون لدينا عديد المشجح لدعمنا لأن جماهيرنا مذهلة ونحن بحاجة ليهم جميعا هناك ليث حسين لبرنامج المجلس يقول استطعنا أن نجار المنتخب الكوري عن طريق بشار والحمادي بالكثير من الكرات يا كابتن ليثو وين علي الحمادي نزل بمباراة كورية؟ أنت الظاهر ما شفت المباراة أصلا جاسم غلام يقول علي عدنان لاعب مراكد ولا أتفق مع كاساس بزجه كقلب دفاع اليوم دير بيناري بين ريال مدريد واتلاتيكو مدريد في نصف نهاية كأس السوبر الإسباني في السعودية المباراة في الساعة العاشرة مساء بتوقيت بغداد المترجمات للمشاهدة